زي النهاردة مفكركم زي النهاردة بس السنة اللي فاتت الخماسية اللي حقق على النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك واحدة من المطشاط اللي ما تتنسيش طبعا بقيادة بيتسو موسماني الاهلي سجل فيها خمس اهداف ولا اروع كانوا الحقيقة كافلين بتسجيل خماسية تاريخية طبعا في مرمى الغليم التقليدي نادي الزمالك ده كان زي النهاردة فحبنا نمسي عليكم في السادسة ومفكركم بواحدة من احلى المطشاط اللي لعبها الاهلي في الموسم الأخير نتكلم على شريف على علي معلول على أليو ديانج نتكلم على رابونا طبعا السولية اللي ما تتنسيش واحد من احلى المطشاط واللي بشوف ان بيتسو موسماني الحقيقة كان سبب ان احنا اهضرنا فوص تاريخي يتجاوز الست حتى اللي حققناهم قبل كده في المباراة دي رابونا اتعمر السولية طبعا واحد من اجمل الاهداف لسجلهم الاهلي الموسم اللي فات واحد من اصعب الاهداف اللي سجلها محمد شريف نفسه في مرمى ابو جبل اللي كان طبعا بيحرص مرمى الزمالك دربة دربة روكنية متفق عليها وتزديد ولا اروع طبعا من ديانج لفتكر اجوال حلوة قوي ملعوب قوي ومطش كان اكتر من رائع الحقيقة كان زي النهاردة علي معلول طبعا دي راكلة الجزائي الهدف الخامس اللي حسب بيه الاهلي نتيجة المباراة لسالحول